شيء تاني نرى سلطان المسيح على غفران الخطايا من يستطيع أن يغفر خطايا إلا الله وحده حبيبي اتعبنا من السماع نبي عظيم رسول وللأسف بتحاول جاهدا وجاهدا وجاهدا عاوزت حط المسيح في مستوى الأنبياء ما اتعبش عالك كل اللي انت محتاجه اقرأ العزة على الجبل سوف تجد نفسك أمام كلام المسيح انظر إلى حياة يسوع أوليس عجبا أحبائي يسوع المسيح غفر الخطايا يسوع أحبائي مش بس علم عن الغفران ولكنه هو مصدر الغفران الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا ثم هو أساس غفراننا لأن الكتاب يقول يعني مسامحين بعضكم بعضا كما سامحكم الله في المسيح يسوع إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا علم عن الغفران بل طبق الغفران المسيح لم يلعن الأعداء لم يحمل السيف لم يخادع لم يستغفر ربه لم يطلب يعني لم يطلب معونة لم يطلب أي شيء فهو فعلا القادر على كل شيء الحاضر في كل مكان وزمان العالم بكل شيء في إنجيل مرقص صح 2 في حادثة جاءوا طبعا كانت البلد كفر نحوه مزدحمة والشوارع كلها مزدحمة فجاءوا أربعة حاملين شخص مفلوج لم يقدروا يدخلوا إلى حيث يسوع فطلعوا على السطح وابتدأوا ينقبوا السقف وفعلا أنزلوا هذا المفلوج كان بيحملوا أربعة أنزلوا أمام يسوع المسيح يسوع المسيح قال كلمات غريبة للناس ولكنها عجيبة جدا قال يا بني مغفورة لك خطيات ابتدأوا رجال الدين يتمتموا ويتهامسوا إنه يتكلم بتجديف من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده كلامهم مزبوط من اللي بيقدر يغفر الخطايا فقط الله فالمسيح العالم بكل شيء والقادر على كل شيء عرف أفكار قلوبهم وقال لهم أيما أيصر أن يقال لهذا المفلوج اللي نزلوه مغفورة لك خطاياك أم أن يقال له قم احمل سريرك وامشي ولكن لكي تعلموا لاحظ الكلام لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطاناً على الأرض أن يغفر الخطايا نظر إلى المفلوج وقال له لك أقول قم احمل سريرك وامشي فقام وحمل سريره ومشى أحبائي بهتت الجماهير لم يروا هذا السلطان من قبل فالمسيح الخالق خلق والمسيح الغافر غفر والمسيح قبل السجود والعبادة فالسؤال من يقبل السجود والعبادة على فكرة هاي مش فبرة كمسيحية هذا كله موجود في كلمة الله الموحى بها وطبعاً مؤكدة وموطدة رغم كل الأعداء إلى اليوم بحاولوا يهدموا في هذا الكتاب فكأنهم يحاولون أن يهدموا الله ذاته سلطان أن يغفر الخطايا بكلمات أبسط أظهر لهوته أظهر طبيعته أنه يغفر الخطايا لو لو لم يقم هذا المفلوج لقلنا أنه فعلاً كما قالوا رجال الدين أنه مجدف وأنه يتكلم كلام عشوائي ولكن عندما غفر لقد غفر